فاروق الحمد لله على السلامة بداية طبعا ونتطمن منك على أول تمرينة لنادي الأهلي في تونس واستعدادات واللقاء ومواجهة الترجل التونس إن شاء الله في نص نهاية دولي الأبطال كل التحية لك زميل العزيز أحمد سبير وكل التحية للدكتور وليد الحديدي وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل زميل يحمد زبا حضرتك قلت أن أول تمرينة لفريق النادي الأهلي عقب الوصول أمس إلى تونس التدريب الأول النهاردة على الملعب الفرعي برادس أعيز أقولك أن حالة الملعب كويسة جدا نحن عارفين طبعا نوعية الملعب الموجودة في تونس واحدة من الدول اللي بتمتع بوجود أكثر من ملعب أكثر من رائع ملعب النهاردة أول تدريب لفريق النادي الأهلي طبعا بستر بيتسو موسماني كان عقد محاضرة فنية للعبين واتفرج على بعض المباراة الخاصة بفريق الترجي التونسي في الفترة الأخيرة المناسبة كانت أخر مباراة كان لعب فريق الترجي اللي عاد في فترة راحة منذ 26 مايو كانت أخر مباراة كانت أمام الفريق النجم الساحلي في دور الـ 32 لكأس تونس وكانت تلقى لازيمة فريق الترجي بهدف مقابل لشيء وخرج من كأس تونس من دور الـ 32 طبعا هو طوك بطلا لدوري التونسي اللي كان انتهى طبعا معيني الشعباني المدير الفنان عايز بقربك أكتر شوية بالصورة لفريق الترجي التونسي بالفعل معيني الشعباني طبعا يعني تقدر تقول في بعض الأمور يعني سواء من الناحية التنظيمية أو الناحية الإدارية كانت وأنباء برحيله من نادي الترجي التونسي خاصة يعني كانت المباراة الأخيرة لمباراة الصعود أمام فريق شباب بوليزداد يعني من المباراة اللي طولت وقت معيني الشعباني مع فريق الترجي التونسي مباراة لسه بتحظى بأهمية كبيرة جدا سواء لمعيني الشعباني اللي فرض نوع من السرية التمة على معسكر فريق الترجي التونسي كان دخل في معسكر مغلق منذ أول أمس طبعا استعاد بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين لانضمامهم لمنتخب التونسي سواء محمد علي بن ربضان وعبد القادر بدران ومعز بن شريفية وأيضا فاروق بن مصطفى حارس المرمى تفرج طبعا يعني نحاول أن نقرب شوية من الكواليس ونقطع من معسكر فريق الترجي التونسي طبعا أتفرج على مباراة الأهل الأخيرة تفرج على لقائين ساندونز سواء المباراة اللي وقيمت في القائرة أو المباراة اللي وقيمت في بريتوريا وأيضا لقاء النادي الأهلي ونهضة بركان هو عارف قيمة المباراة وعارف تاريخ مواجهاته مع فريق النادي الأهلي طبعا مباراة تحظى بأهمية لكن طبعا ندرد كل التوفيق هو بحاول يشتغل أيضا على العمل النفسي واستغلال النشوة المعنوية اللي كان يأخر مباراة جامعة ما بين الفرقين هنا في رادس وبالمناسبة أن الملعب تم تغيير اسمه من الملعب الأوليمبي برادس لملعب حمادي العقربي كان تم تغيير الاسم منذ أغسطس الماضي نظرا يعني لوفاة أحد لعبي تونس واللعب حمادي العقربي وتم اطلاق الملعب عليه لو هنتكلم بقى وقربك أيضا عن النادي الأهلي وحالة الجازية نقدر نقول إن شاء الله كل صفوف النادي الأهلي مكتملة طبعا نطمنك على حالة محمد مجد أفشا اللي النهاردة بيشارك في المران بصورة كاملة يعني كان المران الأخير لفريق النادي الأهلي قبل الصفر إلى تونس كانت شارك في جزء من المران النهاردة بيشارك بصورة كاملة وأصبح جائز فنيا طبعا زي ما صرح لنا دكتور أحمد أبو عبلا أيضا اطبطمنك على طهر محمد طاري اللي كان اشتكى أيضا من إصابة مع المنتخب الأوليمبي النهاردة بيشارك في المران بصورة كاملة أيضا أكرم توفيق واحد من اللعبة أيضا اللي كان موجود مع المنتخب الأوليمبي ولكن النهاردة بيشارك وطمننا من خلاله دكتور أحمد أبو عبلا النقطة المهمة جدا طبعا كان بالأمس ننضم للنادي الآلي والبعثة للنادي الآلي علي معلول وولتر بواليا علي معلول كان شارك فيه اللقاء الأخير لمتخب تونس أمام منتخب مالي علي معلول كان شارك في 80 دقيقة المباراة اللي انتهى بفوز متخب تونس على مالي بأدف مقابل للاشئ وآليو ديانج كان شارك لمدة 61 دقيقة النهاردة بالأمس نضم علي معلول وولتر بواليا ونضم في صباح اليوم آليو ديانج لكن مستر بيتسو موسماني نظرا لمشاركة اللعبين فضل النواية النهاردة يدي راحة ليه آليو ديانج وعالم علول من مران اليوم وفي ظل يعني يعملوا استشفى فيه الفندق إقامة فريق النادي الآلي من أجل تعيزهم يعني للمباراة وفضل النواية دي يوم راحة من المران اليوم باستثناء يعني هذه الأمور تقدر تقولي أن كل اللعبين إن شاء الله يعني موجودين حالة الجازية اللي عند اللعبين أيضا التنسيق اللي بتقوم بالصفارة المصرية وجود الكابتن محمود الخطيب بيدي أكتر من رسالة للعبين واللعبين خلاص وجود الكابتن بالنسبة لهم بيوصل كتير جدا من الرسالة الزميلي أحمد طبعا طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صراح اشتركوا في القناة